اشتركوا في القناة اشتركوا قزاز بس يكون قوي تحفون فترة كده تطالعون تلاقون البيت معد في اكواب ما تتكلم عن اكواب الخاصة الكورنر كوفي او اكواب الضيوف لا اتكلم عن اكواب البيت العادية يجي وقت كده زي صبح على ربطات الشعر زي في اشياء كيف فجأة الملاعق تقولها خلصت مهي موجودة وين راحت مما ادري المهم ضرح نجيب اكواب وسوي لكم جولة ويالا توكلنا على الله هذا هو المحل جنب الحفيز ومقابل عالم المكتبات يلا خلونا نبدأ نتمشى شوي ترى من اكثر القطع اللي حب اشتريها من بو 5 بتكرمون اكياس زبالة احسنا جدا حلوة وجودتها حلوة ما تفرق عن السبار ماركت هذي سبار اتوقع ولا خمسة جلوان اذا بتشترون تكرمون اكياس زبالة ركزوا حجم اللي في البيت عندهم اذكر اول مرة كذا بديت يعني انا اقضي وفهمتو رحت شريات مقاسات غير اللي في البيت ماني متأكدة اشكر مقاسنا بجيبت خلص شي كبير مرة المهم مني نحست فيه شوفوا عندهم بعد مراشف او فواط او احسنا بسرعة بسرعة تتلف مو تتلف مادر حسنا ما تترفف ما تنظف في انواع تكون افضل احوركم اياها الحين بس انواع حسنا ممرة هذي كان حليوة كوشية طبعا لا هذي بثنى عش رباري وخمسة نقول هذي حليوة والله هذي بثنى عش في انواع اللي تكون نفس السفند مادر عرفتوها شو هذي ابو اخذ من السلك اللي مش زي هذا الناعم الخشن احس حلوم اتعب اقولكم من سنوات ابي اجيبو وما يتوفر لي وانسى انسى انسى هذا هو شفت وحدة مصرية لما عدت قدورها في مره صار نظيف وانا صغيرة كنت اذكر امي تجيب منه بس احنا اسألها قلل ليش ما عدت جيبتي منه تقول انه يسوي صدع عرفتو يعني لازم تستخدمونه بحذر او ترمونه هذي مكينة خمسة حدود خمسة ريال باخت واحدة هنا اقسام الشامبو اللي عمري عمري ما اخدت منها ولا فكرت اخذ حتى لو كده ريحة مثلا البيت او المفارش مستحيل احس مرة مش متأكدة بس احس شي سيء هنا بعد ملطفات الجو حتى ملطفات الجو سراحة اخاف اخذ منها لانه انتو رح تتنفسونها عرفتو لو كانت فيها مواد سامة او مضرة ما انصح فيها بس وفي شركة انتو جربتوها قلوا لي ممكن ان نفثها لي احس مش غلط احس يمشي بس اشياء اللي سيبري ويعني ترشونها في البيت كده حس تخوفني شوفوا الاكواب هذي احس حلوة لل ايس كريم للحلويات لو بتطلعون بره البيت وحلوة بعد لو بتسوون سلطات بطاطس او بطاطس ميقلي تطلعون علي جبن احس حلوة في منها الوان كثيرة وهذه احسن اكواب لستك احبها مرة احبها اللي جايل في اللين تعفونها احس منها مرة احبها احب اشرف فيها حتى في البيت مو شرطة اللي بطلع ترا كثيرة احب اشرف لكو بالسفري حتى لو من داخل البيت انا من الناس اللي اذا سويت حملة تنظفها في البيت يعني نظفت عبته التنظيف العميق اللي احب كده انه اكمل اليوم ما استخدم شيء بالحين استخدم بلاستيك عشان بس كده تحسون انه كل شيء شوفوا هذي نفس اللي مشوية بسلوان هذي حقة القهوة صراحة مرة صغيرة احس حتى لو بشرب قهوة ما اشرف فيها لانها تكون مرة صغيرة يمكن هذي احسن شوية شوف انا جي القهوة سفري هذي حلوة مرة حلوة تصلاح زي نحنة رحنا نحب ناخد مثلا لدينا القهوة عربي ومثلا نشتري كوكيز ونلف بالسيارة نسمع ايشي ميوزيك ايشي متمشي بالسيارة فتصلاح مننا دي بس انها صغيرة تتكب كب بس خذوا اللي الرحلات حلوة خنا جي هنا جهة الصحون اللي تكون تخزين مرة حلوة لتخزينها بس حني بنات هذي بالذات مانشي لمبتهم تبرق هذي حلوة مرة حلوة شوف هذي ثلاثة ريال حقة الكيكي خلو ديكم قسم ثاني لانه المكان هنا حسو شوية بيجيب لنا حاول في عيوننا شو هذي مرة حلوة حلوة بتحطو فيها هريس جريس شربة بترسمنوا لأحد بعد هذي حلوة خلنوا رح قسم ثاني عيوني من جد كذا حسني بصدع هنا أقسام البلاستيك عموما عربيا ما تشفيها مهم طاوعتني لا تريد تروح لأيمين ولا يسار شوو هنا أقسام البلاستيك شوو هنا أقسام اللي تحطو فيها مثلا بصل البطاطس على جنب شوو هنا أقسام البلاستيك يا الله الأغلب لنباتهم فيها فيوز أو فيها شي كل تبرق خلن رح قسم ثاني هنا كله أقسام البلاستيك تكرمون صناديق طبعا أغلبها على خمسة أبن ولا هنا قسم منظمات للأدراج تشفوها تحطو ملاعب شوك سعرها بعشر ريال جدا حلوة محسا حلوة نترى لا أعجبتكم في أشياء ثانية بعدين جنب الحوض أولا بتغصن خضار ترمني مرة في أشياء ما أعرف وش هي لها أصلا قسم هذا غالبا كله خشبيات هنا المباخر صغيرة مرة وفي الوسط بس شوفو بين كل كم لمبة في لمبة خربانة أحسها بتصداني شوفو على بتخزين هذه مرة حلوة يعني متخزين تخزين بسعين بتحطو فيها سويت بتحطو فيها شيء جدا حلوة على عشرة في الذهبي في الوردي هنا قسم التوزيعات الحفلات أكوار كل شيء موجود هنا في السلال هذي هنا المكان هذا كله على بهدايا نشوف أسعارها هذي بخمسة اللي عليها السعر بقول لكم هذي ما أدري بفتحها بشارك بفتحها بشارك بفتحها المهم منها هذي سعر بخمسة هذي غالب انها تنفتح تحطوها مكان ورد شوكولت مادري شوفو شكلها خلتها هذي مفتوحة هذا الغطة وكيدا تنفتح ثلاثة طبقات بحطوها هذينا شوكولت ورد الهدية سعرها قتلكم بخمسة في أسود منها بس يكون زيال مضلع وأبيض في الورد السادة في هذي نفس الجلد ما أترك بشو لكم سعرها بس نها نفس الجلد شوفو بس أغلب هن كل اللي قد أشوفها خمسة ثمانية ثلاثة ريال يعني أسعارها مقبولة مش مرة غالية شو هذي هلا تضعنا فيها وارد بعد هنا الكاس التغليف شو هذي مخمل أحس هدايا ممكن تكون ثمينة أكثر ذهب مثلا تليق للذهب بسم الله يعني تحطون مثلا هنا وارد وأشياء وتحطون هنا هدية ذهب أو فلوس أحس المخمل يكون شكله أغلف الحدية تكون أثمن وأغلى مهدية عادية في منه هاللون هاللون بس خلش بكم سعره بسم الله هذه السعره هنا بسم الله أحطين السناعة بس مش كادة لقى السعره لا أجد السعره للاسف بس أغلبها يعني أغلى شو ممكن تكون خمسة عشرين هنا لديكورات سعرها على شبع ريال شو بكسات الهدايا طاقم كامل باربعين طالح ما شفت أكواب أنا جاي للأكواب أصلا خلا دوره شوفنا القصر تخيلوا لفيت ما فيه رح تسألت الموظف عن أكواب قزاز أو ميلانين ما فيه أبدا ربعا بحاسب الأشياء اللي أخذتها وأرجع بس خلني أوريكم الخبز الشول ما بتنعش الورق هادي مرق زبدة مرق سندوشات خلصت هادي غراضي الخفيفة اللي أخذتها ما في أبد عندهم أي أنواع أكواب للأسف ممكن بكرة أو بعد رح أشوف لي أتمنى أن الفيديو عجبكم لا تنسوا اللايك والاشتراك والشير أشوفكم الفيديو الجاي بإذن الله مع السلامة